رسائل عدة في حديثة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وفي كلمته إشارة لمسؤولية المجتمع الدولي ليجب عليه أن يتحمل من أجل إحلال السلام ومن أجل إنقاذ المدنيين من الدمار ومن القتل اللي بيمارس دلوقتي في غزة موضحا أن مصر مستعدة لتسخير كل قدرتها وكل إمكانتها لإحلال السلام في المنطقة واليوم ونحل في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصارها السعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المصار وإلى صراعات سفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق وإدراكا مني ويقينا بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه ترجمة نانسي قنقر